الاستقرار والتنامي المستمر أمران هما عنوان العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل حرص القاهرة وبروكسل على تعزيز العلاقات خاصة في منحاها الاقتصادية علاقات قوية تجمع مصر والاتحاد الأوروبي تتسم بالاستقرار والتنامي المستمر في ظل حرص الجانبين على تعزيزها لا سيام على صعيد الاقتصادية فكانت البداية من اتفاقية الشراكة التي تم تفعيلها بينهما منذ عام 2004 لتسمح بمزيد من التعاون والتبادل التجاري وكذلك التعاون في مجالات عديدة تحددها أولويات الشراكة التطور اللافت في العلاقات المصرية الأوروبية خلال السنوات الماضية شمل في أولوياته الجانب الاقتصادية وتلمياتها عبر تعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات وسط تطلع مصر إلى تشجيع زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في البلاد للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها الدولة المصرية فظل عملية الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي أطلقتها ونالات العديد من الإشهدات الدولية المزايا الاقتصادية والتجارية الضخمة في مصر تشجع الاتحاد الأوروبي على تدشين انطلاقة جديدة في العلاقات مع القهرة خاصة في المجال التجاري والصناعي ومجال الطاقة فيما تواصل الدولة المصرية مساعيها الدقوبة لجزب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التجارة لما في ذلك من تأثير مباشر على سوق العمل في مصر وبما يتصق مع رؤية مصر 2030 حجم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي شهد انتعاشا كبيرا خلال عام 2022 ليصل إلى حوالي 37 مليار دولار مقابل 24 مليار دولار في عام 2020 وذلك إلى جانب التعاون المصري الأوروبي في مجالات أخرى من بينها التغير المناخية ودعم تمكين الشباب والنساء بما يعطي بعدا آخر للتعاون بين الجانبين تقرير واكلة الأونكتاد لعام 2023 أشار إلى تصدر مصر القارة الإفريقية من حيث الاستثمار الأجنبية المباشر بقيمة وصلت إلى حوالي 11.4 مليار دولار في عام 2022 والتي مثلت حوالي 25% من إجمالية لستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية وهي معطيات تحافز الاتحاد الأوروبي على تنصيق سياساته التجارية مع مصر سعيا للاستفادة من إمكاناتها الهائلة ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري